وحتى أن هذه السورة سميت بسورة القلم صورة القلم يعني سميت بسورة القلم لأنها أيضا في بداية افتتاح السورة قال نون والقلم فأقسم الله عز وجل بالقلم والله سبحانه وتعالى عظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم ففي كثير من الآيات أقسم الله بالكون مثلا في الشمس بالقمر بالنجوم والفجر إلى آخره وذلك يدل على قدة الله عز وجل ونعمة الله عز وجل وكمال قدرته وجميل صنعه فعندما أقسم الله عز وجل بالقلم فإنه أيضا لعظمتي وتشريفي لهذا القلم وتشريف العلم وعلوي منزلة العلم وكذلك العلماء ناقشوا فكرة القلم ودخول الألف واللام على القلم فقالوا الألف واللام هنا إما أنها تأتي بمعنى الجنس وإما أن تأتي بمعنى العهد ويعني رجحوا أنها هي بمعنى الجنس بمعنى أنها لا تخص قلما معينة وإنما الهدف منها تشريف الكتابة والعلم وعلوم منزلته فالأمم كلها تتسابق بالعلم والمعرفة والحضارات أيضا تقوم على ذلك فلذلك الله عز وجل أقسم بالقلم وأيضا حث على العلم من خلال أو فيها تشريف للعلم لنكون إن شاء الله كما وصف الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت لنا ترجمة نانسي قنقر